المباراة وأكد أيضاً أنه حصل على عروض بالفعل من المكسيك أخيراً وقبل الفاصل عشان نرحب الكابتن كريم زكري نستعرض كده شوية أول بيان مبروك كل سنة وانت طيب يا اتحاد الكرة المصري اتحاد عريق مرة مئة عام على الاعتراف به من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم أو انضمامه إلى الفيفا لا مش دي مش دي ايه ده؟ تمام؟ لا مش دي تلت مرات نزل البيان تلت مرات طبعاً مئة سنة من حقك أنك تحتفل تلت مرات بنفس المضمون يعني نرجع بقى للصورة الأولانية انبارح كان الحد اللي بيتمم الوصول لمئة سنة على انضمام الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وزي ما انت شايفين الصورة موجودة يعني واضح أنه شاب لسه بيبدأ حياته في الفوتوشوب يعني ربنا يوفقه طبعاً بس ما قصدوش هو بالقصد يعني اقصد أن توريكا ليه فكرة اعمل لنا كده كم صورة فيها كم لعيب كده وكم حاجة كده حلوة عشان نحتفل بمرور مئة سنة على انضمامنا للفيفا راح هو ايه واضح أنه شاب بزغير يعني هو حط حسن شحاته أبرز اسم تدريبي في الألفية الجديدة حط محمد صلاح قائد المنتخب عمر زاكي مرتين كابتن مجدى عبدالغاني تحت من كسر عالم حمص هدف إيطاليا محمد بركات عضو مجلس دارة اتحاد الكرة المصري زيدان أحمد حسن ومع رئيس أنجولا اتشالت بعدها مع اعتراضات كبيرة لأنه الصورة الحقيقة يعني لا تعبر عن مئة سنة انضمام للفيفا بصراحة لأنه يعني لو أنت عايز تحتفي بالكرة المصرية ممكن تعمل أشكال أكتر تبرس يا نجاحاتك الكروية دون تمييز دون تمييز يعني ليه عمري زاكي مرتين ما أنت ممكن تتعوضه بس مش دي الأزمة الحقيقة يعني ليه ما فيش الكابتن الجوهري ما أنت كل ما تحط اسم أتقول اسم تاني بس الفكرة في المشهد كامل أنه هو واضح أنه ما فيهوش احترافية بصراحة يعني فاتشالت الصورة بعد انتقادات من نجوم مؤثرين في الكرة المصرية مش موجودة صورتهم فرحوا شايرين صورة رئيس أنجولا اللي كان برفقة أحمد حسن بيتديله الكاس فتواصلت الانتقادات لأن كابتن عسام الحضري انتقد ورح ألمح لأنه الكابتن محمد بركات ما نضمش للمنتخب إلا كم مرة وطبعا هو واضح أنه فيه خلاف عميق ما بين الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب الأوليمبي وكابتن عسام الحضري المدرب السابق لمنتخب مصر أوليمبي على مستوى حراس المرمى فهو مازال يعني مستاء من فكرة أن الكابتن بركات يعني شهر به قدام الإعلام وقتها وهو اللي طلع الأزمة للإعلام وأنه صمم أنه ما بلغوش رغم أنه كان مبلغ ميكالي فبيقول أن دي يعني مجاملة العضو مجلس إدارة ده بوست الحضري زي ما قدامكم فالاتحاد بقى قالك أنا كلما أحط بوست أشيله وأحطه أشيل طب أنا مش أحطه ولا أي حد من اللي في الصورة وراح منزل البوست بمبنى الاتحاد المصري لكرة القدم علشان تبقى في ظرف مثلاً 18 ساعة بينزل ثلاث بوستات احتفال بالانضمام للاتحاد المصري لكرة القدم إلى الفيفا قد تبدو بسيطة يعني لكنها ليست بسيطة لأن في الآخر الامج والصورة مهم أن أنت أساساً أي بوست بينزل على أي صفحة رسمية في أي مؤسسة لأنها رسمية وما بالك لو بتحتفل بمئة سنة يعني من العراقة مهم أنه يكون محسوب ومدروس مدروس بقى الصورة الأخيرة دي على فكرة هي بتنهي الجدل كالو كان بدأت بيها ما كانش حد هيعترض لكن لو أنت كنت هتحط صور كان لازم أنك تبقى محترف أكتر وأنت بتعمل البوست بتاعك بشكل واضح وصريح للعام الثاني على التوالي تقم تحكيم للفار مصري وده الكابتن محمود عشور والكابتن محمد عادل والكابتن محمود أبو ترجمة نانسي قنقر